القناة تكنولوجي النهاردة معانا حاجة بسيطة جدا ازاي نحمل فيديو من على الفيسبوك ازاي نقدر نحمل فيديو من على الفيسبوك طريقة سهلة جدا وبدون اي برامج ومن غير اي حاجة تقدر تستخدمها وتحمل الفيديو اللي انت عايزه ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد اول حاجة هنعملها انا مساء نخش على الفيسبوك عندي وعايز احمل الفيديو ده اضغط عليه ضغطة كده زي ما احنا شايفين قدامنا اكبر الفيديو كده انا عايز احمل الفيديو ده اعمل ايه اروح عند الرابط اللي فوق هنا ده اللي هو قدامنا ده واخد الرقم ما بين اللي سلاش دي والسلاش دي اخد الرقم ده ما بين الاتنين دول اخده اخده كده وقوله ايه كوبي هقول له كوبي ابدأ احفظه عندي في المكان هنا في اي مكان هنا كده احفظه كده واقول له بيست هنا وسجل ده وافتح صفحة دي ده نيو تاب جديد واجي هنا واجي هنا اخد الرابط اللي موجود ده الرابط ده هسيبه لكم اسفل الفيديو تعمله وتبدأ تستخدمه زي ما في الشرح كده نجيبه هنا ونضيفه نقول له بيست نمسح كلمة احمد دي تمسحها خالص كده بعد يساوي على طول تروح حاطة رابط او الكود بتاع الفيديو زي ما احنا هنحط الوقت كده وتبدأ تحطه كده قدامنا وتضغط انتر هنلاحظ انه فتحت لنا واجهة زي دي لو ضغطت هنا كده هتبص تلاقي كلمة ده ولود ظهرت لك تبدأ تدوس عليه طبع عشان انا محمله قبل كده فظهر لي انك انت حملته قبل كده وتقول له حسنا تبدأ تلاقي الفيديو نزل وده كان شرحنا النهاردة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد وما تنساش تتابع الدورة تعلم اساسيات الكمبيوتر من الصفر على القناة واشوفكو في فيديو جديد ان شاء الله شكرا